ازاي ايوكو? ايه الاخبار? يا رابي تبقوا تماما? النهاردة هنتكلم عن الفرق ما بين توصيلات الكهربا العادية وتوصيلات الكياناكس. الموضوع شغل جدا. الموضوع مفيد جدا. والموضوع سهل جدا. من ناحة الكياناكس. مش من ناحة التوصيل العادي. هنتشوف ساعة. وده مجنون كياناكس. طيب. خلينا نفترض اللي احنا عندنا اوضة. الاوضة دي فيها اربع احمال اضاءة. اللي هو سبوت لايت. وبيت نور. اللي هو ستريب لايت. ونجفة. واضاءة حقط. تمام? او قبليك. احنا هنتكلم عن الاضاءة بس. دلوقتي. طيب. عشان اقدر افتح وقف للاربع اضاءات دول بعمل ايه? بروح موصل كل لينية من لينيات الاضاءة او كل سيركت من السيركتس بتاع الاضاءة على مفتاح على الحيطة. فهنقول اللي انا عندي اربع مفاتيح. اسمه تمام? هوصل راجع وراجع النجفة وراجع البيت النور او وراجع اضاءة الحارط. وعشان ادي له باور هجيب الباور بتاعي من لوحة الكهربا. واروح مدخله على اول سويتش. وبعد كلا لوب للتاني. التالت الرابع. فبالطريقة دي الموضوع بسيط جدا. اللي انا ممكن لو انا عوزت اي سويتش. لو عوزت افتح اي سيركت اضاءة. بروح تايس عليها. دست على السبوت. دست على الكوف. دست على الشانديليار. ودست على الولاي. لو انا فكرت اللي انا عامل نفس السويتش اللي جنب الباب جنب السرير. فبالطريقة دي لازم اغير سويتشات اللي جنب الباب من وان وي لتو وي. عشان اقدر اقفل من جنب السرير وافتح من جنب الباب. او اقفل من جنب الباب وافتح من جنب السرير. ماهو ده اسمع تو وي من منطقتين. فحتر اولا اللي انا غير المفاتيح اللي انا قريدي كنت اشتريتها على الحيطة. واروح مادة كابل ما بين المفاتيح الاول نية والمفاتيح التانية لجنب السرير. وابتدي اعمل اللي حتظهر لكم. تخيل اللي دي لسويتش واحد بس. فانا دلوقتي عندي اربع سويتشات. للسبوت والستريب لايت والنجفة والقبليك. ففي الوقت ده هيبقى فيه جنب السرير. وتو وي جنب الباب. زي ما نشوفتوها. طيب. فكرت اكتر عشان احط سويتش جنب السرير من ناحية التانية. فلازم اغاير السويتشات اللي جنب الباب. والسويتشات اللي جنب السرير يمين. واحط السويتشات جنب السرير من ناحية الشمال. ويبقوا التلاتة اسمهم ثري وي. او اتنين ثري وي واحد فور وي. عشان يقدر يعمل الانتر كونيكشن. شفتونا اعاب بعمل ايه? عشان يقدر يعمل الانتر كونيكشن دي. وده المنظر لسويتش واحد عشان اقدر اعمل عارفين كمية كابلت الكابلات اللي انت حتشوفها في حياتك عارفين اللي انا بتكلم في قوضة واحدة بس فيها اربع اضاءات وانت ممكن تبقى عندك شقة تلات قوض وصالة وحمام ومطبخ وممكن تعمل في اكتر من مكان هو ده برضا انت بحتاج تعمل الكلام ده فبتعمل ايه بتعمل كل الكنيكشنز اللي انت شايفها اللغبطة دي الحيال صعبة دي تبقوا ليه تبما روح للكيان ناكس كيان ناكس بقى حللك الموضوع ده تماما خدت كل احمالك على لوحة الوتوميشن بتاعتك وجبت اجهزة او متحكمات وتقدر توصل عليها كل احمال وصلت عليها اللينيات بتوع القط النوم وصلت عليها الاربع بتوع القط النوم التانية وصلت عليها الاربع بتوع قط النوم الثالثة وصلت عليها الستاير وصلت عليها التكييف وصلت كل اللي انت عايز توصله وطلعت بكابل واحد بس هو الكن اكس الجميل الاخضر الاربع اطراف او الطرفين على حسب ما هتجيب وصلت مع اول سويتش اللي في الصالة وبعد كده دخلت على قط النوم الاول نية قط النوم الثانية قط النوم الثالثة الحمام المطبخ ووقفت ركبت سويتشات الكن اكس على الحيطة وعملت كوبايتين شاي انت والمبرمج وقعدت جنبه يا ابني انا عايز افتح الاضاءة من هنا عايز اقفلها من هنا برمجلي دي لا مش عاجبني البرمج احطلي البرنامج لا ده فيه زرار جنب السرير لا الزرار ده يعمل كزا لا ده يعمل كزا لا غير لي البرنامج ايش انت قعد بتعمل ايه واحد قعد بكمبيوتر ومعا كوبايت الشاي ده كوبايت الشاي بالنعناع دي بتعمل شغل مش طبيعي طيب هل موضوع بيقتصر على السويتشات بس لا ده هي بتبقى سويتشات او سويتشات بترموستات عشان تتحكم في التكيف او ممكن كمان يبقى سن سرعة في السقف او سن سرعة على الحيطة عشان يحس بحركتك فيفتح النور وبعد الفترة يقفل فانت كمان وفرت للكهربا زا اد الموبايل ابليكيشن اللي انت بتتحكم فيه من البيت من جوة البيت ومن برا البيت فانت كمان عملت توفير للكهربا فيبقى انت كده بقى عندك فليكسابيلتي مرونة بقى عندك تحكم من الموبايل بقى عندك بقى عندك برمجة زي ما انت عايز بقى عندك اختيارات غير محدودة لكل حاجة ليه هتكمل كونجبنشنل ما تخليك في كينكس يارب الحلقة تكون عجبتكو ان شاء الله استنون الحلقة الجاية هنتكلم اكتر عن كينكس ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب واشتراك في القناة وفعلوا الجرس يعني كل الناس اللي بتعمل فيديوهات على يوتيوب بتقولك فعل الجرس فعل الجرس انت ايه مشكلتك ما تفعل الجرس تنبسط والله يلا شوفكو على خير سلام اشتركوا في القناة